بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم أصحابهم وتابعيهم أجمعين في هذه الحلقة نسلك مع خضراتكم طريقا جديدا إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون في آيات الله لهم مقام ولهم أحوال وما ذكر من سيرهم وما ذكر أيضا في مآثرهم ذكر لنا عن الأولين وعن التابعين وعن السلف الصالح وعن أهل الله والعارفين حول التصوف وحول التقرب إلى الله وحول طريق ينتهجه المسلمون عبر العلم والفهم والفقه والحكمة ولكننا نتوقف في هذه الوقف معكم بمرجع المراجع فيما ذكر عن الإمام الجنيد رحمه الله وكما نقل لنا الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته القشيرية تحدث عن التقوى وقعل للتقوى بابا وإن التقوى هي الباب الأعظم لله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم لكننا في هذا نقرأ ونتذكر ما ترك لنا الإمام القشيري يقول إن حقيقة الاتقاء هي التحرز بطاعة الله عن عقوبته فالتقوى جماع الخيرات كما يقول إن أصل التقوى اتقاء الشرك ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات ثم بعده اتقاء الشبهات كذلك يتحدث ويقول إنه سمع أو نقل عمن سمع عن سهل بن عبد الله يقول لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر عليه يتحدث في هذا ويقول وينقل أن الدنيا قد قسمت على البلوة كما قسمت الآخرة على التقوى في هذه الحلقة سيكون لنا مصارا في هذا وطريقا جديدا نتقرب به إلى الله من مملكة الدراويش ترجمة نانسي قنقر